وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإصلاع قدما في تنفيذ المشروعات قيد التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص والتي تم التعاقد عليها خلال قمة شرم الشيخ كوب 27 جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرات التعاون الدولي لاستعراض نتائج قمة المناخ العالمية كوب 27 في حجد التمويلات الإنمائية للمشروعات الوطنية للتحول للأقدر في إطار منصة توفي الوطنية اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نتائج قمة المناخ العالمية كوب 27 في حجد التمويلات الإنمائية للمشروعات الوطنية للتحول الأخضر في إطار منصة نوفي الوطنية وقد أكدت السيدة وزيرة التعاون الدولي أن منصة نوفي قد لاقت دعماً وإشادة كبيرة من الشركاء الدوليين خلال قمة المناخ باعتبارها نموذجاً رائداً مصرياً يدمج جهود التنمية وأجندة العمل المناخية من خلال حجد التمويل المتنوع للمشروعات التنموية الخضراء في إطار برنامج وطني واحد وقد وجه السيد الرئيس بالاستغلال الأمثل لتلك التمويلات الإنمائية التي تم حجدها في كافة المحاور لصالح التنمية والارتقاء بأحوال المواطنين لسيما في القرى بالتكامل مع المبادرات الرئاسية ذات الصلة خاصة ما يتعلق بقطعي الريء والزراعة وذلك من أجل دعم المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل وتنويع المحاصيل الزراعية ومن ثم زيادة العائد الاقتصادي والدخل إلى جانب نشر الأساليب والتكنولوجيا المتقدمة للتكيف مع التغيرات المناخية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وقد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج القمة العالمية للمناخ كوب 27 التي انعقدت في شرم الشيخ فيما يتعلق بحجد التمويلات الإنمائية الميسرة لصالح المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء نوفي حيث بلغت التمويلات قيمة 10.3 مليار دولار من خلال الاتفاقيات وحزم التمويل لقطاعات الحكومة من شركاء التنمية متعددي الأطراف وكذلك في الإطار الثنائي والتي تهدف إلى تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية المتنوعة في إطار المحاور الرئيسية لبرنامج نوفي وهي المياه والغذاء والطاقة إلى جانب قطاع النقل وفيما يتعلق بمحوري المياه والغذاء أوضحت السيدة وزيرة التعاون الدولي أن التمويلات الجديدة ستؤدي إلى التوسع في مشروعات الري باستخدام الطاقة النظيفة لتقليل الإنبعاثات الضارة وتعزيز الأنشطة الزراعية المستدامة وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النظيفة وتحديث النظم الري في الأراضي الزراعية مما سيقلل من الهدر في المياه ويساعد على زيادة إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه لاستصلاح المزيد من الأراضي بما يخدم أكثر من خمسين مليون مواطن في منطقة وادي النيل والدلتا الذين سيستفيدون من مشروعات الأمن الغذائي والمائي لدعمهم في مواجهة تدعيات الطيارات المناخية أما عن محور الطاقة فإن التمويلات تستهدف تنفيذ محطات لطاقة الرياح والطاقة النظيفة والهايدروجين الأخضر بالإضافة إلى توفير الإنبعاثات وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي من المحطات كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط كذلك نتائج المؤتمر الاقتصادي فيما يخص دور التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في تحفيز مشاركة القطاع الخاص كما وجه السيد الرئيس بالإسراع قدما في تنفيذ المشروعات قيد التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص التي تم التعاقد عليها خلال قمة شرم الشيخ وتشكيل فرق عمل فنية متخصصة بكل وزارة معنية لتوفير مسار سريع للانتهاء من كافة الإجراءات والموافقات المرتبطة بتلك المشروعات